السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله لنا ولكم العافية اليوم إن شاء الله يا خامس رح نتحدث بموضوع جديد بعنوان السرعة لو تفرجنا في الصورة الموجودة أمامنا ولاحظنا أنه فيه صباق سيارات فالسيارة اللي رح تفوز هي السيارة اللي بتوصل لخط النهاية بالأول فمنحكي عنها هي السيارة الأسرع طيب هل رح نعتبر أن السيارة الأسرع مثلا اختصرت أو سلكت طريق عفوا مختصر عن باقي السيارات لهيك وصلت أنه مثلا لخط النهاية بالأول طبعا لا ليش لأنه عندك مضمار الصباق اللي رح يتحرك فيه جميع السيارات رح يكون واحد لكن شو الاختلاف ليش أنه هديك مثلا السيارة وصلت لخط النهاية بالأول بيكون لأنه مثلا أنه السيارة استغرقت وقت عندنا أقل من باقي السيارات للوصول عندك لخط النهاية مع أنه المسافة اللي قطعوها نفسها لو فرضنا أنه السيارة رقم 3 استغرقت وقت مقدار 30 ثانية أما السيارة رقم 7 استغرقت 35 ثانية للوصول لخط النهاية في هاي الحال منعتبر أنه السيارة رقم 3 هي السيارة اللي بتفوز لأنها استغرقت وقت أقل من باقي السيارات طيب لو كان فرضا فيه عندنا شخصين جمعوا مثلا سباق الجري شخص اسمه عامر وشخص اسمه أحمد وكان فيه مثلا الحكم بوقت لهم مثلا توقيت لمدة 5 ثواني فبدي يعرف بعد 5 ثواني كل واحد فيهم قديش بيقطع مسافة فلنفترض بعد 5 ثواني لاحظنا أنه عامر قطع مسافة مقدارها 25 متر أما أحمد قطع مسافة 20 متر ففي هاي الحالة من اللي بتعتبره الفائز هو عامر يعني عامر رح نعتبره هو الأسرع ليش؟ لأنه قطع مسافة أكبر في نفس الزمن اللي هو زمن عندنا السباق ففي هاي الحالة احنا عرفنا أو تحدثنا من لاحظ خلال الأمثلة السابقة أنه كنا نحكي أسرع إذن نقصد إحنا هون في موضوع السرعة ما المقصود عندنا بالسرعة؟ المسافة المقطوعة في وحدة الزمن فبتلاحظ أنه هون عندنا المسافة اعتمدت على شغلتين عفوا السرعة اعتمدت على شغلتين على المسافة وأيضا اعتمدت عندنا على الزمن فالزمن والمسافة نلاحظ أنهم لكل واحد فيهم فيئ لهم وحدة قياسة كيف مثلا كتلة حكينا أنه فيئ لها وحدة قياس الحجم فيئ له وحدة قياس فكل واحد فيهم أيضا بالنسبة للمسافة والزمن بيكون فيئ لهم وحدة قياس طيب شو وحدة قياس عندنا المسافة؟ إذا كانت المسافة قليلة تقاس علينا 100 متر يرمز لها بالرمز ام وإذا كانت المسافة كبيرة تقاس علينا ب1 كيلو متر يعني مثلا عندك بدأ أقيس كم في صباق في ساحة المدرسة فبدأ أقيس كم المسافة مثلا من أول الساحة لنهاية الساحة فالمسافة تعتبرها قليلة يعني قصيرة فمنقصها ب1 متر أما المسافات الكبيرة مثلا ما بين فرضا عمان وفرضا محافظة أخرى زي الكرك فبقيسها انا بوحدة لدينا الكيلو متر هسا في عنا هون الزمن الزمن يقاس عنا بثلاث وحدات في عنا اقل وحدة وهي الثانية يرمز لها بالرمز اس وفي عنا الزمن اللي هو الدقائق يرمز له اللي هو اختصار للمينت وعنا الزمن اللي هو اخر اشي اكبر اشي طبعا بالساعة يرمز لها بالرمز اتش عشان حكينا انه المسافة لاحظنا انه في لها وحدة قياس وفي ايضا الزمن في له وحدة قياس بالنهاية رح يكون في عنا معادلة رياضية بتربط ما بين المسافة والزمن وعنا والسرعة هاي المعادلة الرياضية احنا رح نعتمد عنا على المثلث الموجود امامنا دائما تحط الترتيب زي ما هو موجود عندك في المثلث فوق بتحط عندك المسافة تحت على اليمية بتحط السرعة وعندك هون على اليسار بتحط عندك الزمن دائما هون العمليات في عندك قسمة قسمة ضرب طيب كيف يعني يعني مثلا عندك بدأ أطلع أنا شو قانون السرعة فالسرعة في هاي الحالة من خلال الجدول منلاحظ السرعة بتغطي إيدك عليها عشان بدي أعرف قد مقدارها شو ضل عندك المسافة وضل عندك الزمان شو الإشارة بيناتهم شو العملية اللي هي قسمة فبحكي طبعا بتكتب من فوق لتحد المسافة تساوي عفوا السرعة تساوي المسافة تقسيم الزمن طبعا تقسيم هي نفسها على يعني قسمة طيب خلينا نأخذ مثال عشان نعرف نطبق على المثلث في عندنا هون مثال إذا قطع زيد 20 متر في 5 ثواني وقطع مؤيد 20 متر في 4 ثواني أيهما أسرع بدنا نطلع سرعة كل واحد فيهم عشان نعرف مين هو الأسرع بالبداية بدنا نطلع قانون السرعة حكينا السرعة تساوي المسافة تقسيم الزمن فهي السرعة تساوي المسافة على الزمن خلينا نطلع سرعة زيد سرعة زيد كم كان المسافة اللي قطعها زيد 20 متر هاي حطينا 20 متر على كم الزمن اللي استغرقه 5 ثواني فبحث 5 ثواني قسم 20 تقسيم 5 بيطلع عندك 4 طبعا الوحدة السرعة سرعة تكون متر لكل ثانية اللي هو بتعتمد عندك على وحدة المسافة مع وحدة عندنا الزمن طيب خلينا نعرف كم سرعة عندنا مؤيد سرعة مؤيد رح تكون أيضا المسافة اللي قطعها على الزمن اللي استغرقه المسافة 20 متر الزمن اللي استغرقه 4 ثواني فبتقسم 20 على 5 عفوا 20 على 4 فبطلع عندنا الجواب 5 متر لكل ثانية ففي هاي الحالة بتلاحظ انه السرعة سرعة مؤيد كانت اكبر عنا من سرعة زيد ففي هاي الحالة بيعتبر مؤيد هو الأسرع نأخذ أيضا مثال موجود عندكم في الكتاب مكتوب عندنا هون يمارس أحمد وعلي رياضة المشي مشى أحمد مسافة 2 كيلومتر في 25 دقيقة ومشى علي مسافة 3 كيلومتر في 30 دقيقة أيهما أسرع أحمد أم علي منلاحظ رح نستخدم أيضا عندنا اللي هو مثلث السرعة مثلث السرعة طلب منكم مين بده أيهما أسرع معناته أنا بدأ أطبق على قانون السرعة السرعة شو تساوي المسافة تقسيم الزمن فمنكتب القانون السرعة تساوي المسافة تقسيم الزمن منطلع كم سرعة أحمد منلاحظ انه سرعة أحمد المسافة اللي قطحها عبارة عن 2 كيلومتر على 25 دقيقة بتقسم فبطلع الجواب معك تقريبا 8% كيلومتر لكل دقيقة ننطلع سرعة عنا علي منلاحظ انه سرعة علي المسافة اللي قطحها عبارة عن 3 كيلومتر في 30 دقيقة فلما نقسمهم على بعض بطلع الإجابة عندنا تقريبا 1 بال10 كيلومتر لكل دقيقة فبتلاحظ الواحد بال10 أكبر عندك من الثمانية بالمية ففي هاي الحالة منعتبر لأنه عالي هو الأسرع هسا لو كانت فيه سيارة بتمشي خامس مثلا مسافة معينة تمام تقطع مسافة معينة لو حسبنا مثلا خلال أزمنة مثلا متتالية مثلا عندك في الزمن نفطدنا أول ما بلشت حركة السيارة بعد مثلا ثاني بعد ثانيتين بعد ثانيت ثواني بعد أربعة ثواني فبلاحظ انه في الثانية الأولى كانت قاطعة مسافة عبارة عن 20 متر بعدين من الثانية الأولى للثانية للثانية قطعت أيضا مسافة 20 متر بعدين للثانية الثالثة كمان 20 متر والرابعة أيضا كمان 20 متر فبلاحظ انه السرعة أو المسافة اللي كانت تقطعها السيارة تعتبر ثابتة في أزمنة ثابتة فتسمى سرعة السيارة في هاي الحالة السرعة الثابتة إذن ما المقصود عندنا بالسرعة الثابتة هي قطع مسافات متساوية في أزمينة متساوية طيب هسا في عندنا يا خامس دائما قواني قانون السرعة مش بس بقدر أطلع منه فقط اللي هو سرعة عندنا مثلا السيارة الدراجة ما بقدر بس بس أنه أستخدمه لقانون السرعة بقدر أستخدمه أيضا لإيجاد مثلا المسافة بقدر أستخدمه لإيجاد فرضا الزمن لكن في هاي الحالة سواء إنه إيجاد المسافة أو الزمن لازم تكون عندنا السرعة معروفة فخلينا نشوف المثال الموجود أمامنا تسير دراجة بسرعة فأعطاني السرعة كانت سبعة متل لكل ثانية ما المسافة التي تقطعها الدراجة في زمن مقداره ست ثواني فلاحظ إنه السرعة معروفة الزمن معروف ست ثواني لكن المجهول عندنا المسافة بروح نطبق على المثلث الموجود أمامنا من المجهول عندنا المسافة بحط الدائرة عندك على المسافة شو اللي عندك السرعة والزمن شو العلاقة ما بين السرعة والزمن العلاقة بناتهم ضرب فمنحكي المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن تمام يلا بنكمل ومنصير نعوض السرعة الموجودة عندنا في السؤال عبارة عن سبعة متل لكل ثانية ضرب الزمن كم ست ثواني فاضرب ضرب ستة بطلع المسافة عندك تساوي اتنين واربعين متر طبعا لازم تحط عندك وحدة المسافة طب ليش ما حطت هاي مس كيلومتر لأنه عندك السرعة بوحدة المتر لكل ثانية فإنه يعني بيحكي لك أنه تقاس عندنا المسافة بوحدة عندنا المتر بتلاحظ يا خامس أنه في الطرق الخارجية مثلا بتكون في عنا لوحات إرشادية مثلا بتمثل لي مثلا قديش ضايل مسافة لحتى أوصل لمنطقة معينة فلو كانت مثلا هاي اللوحة الإرشادية بتبين لي أنه مثلا ضايل وصول البطرة ضايل 100 كيلومتر تمام؟ حسا أنت بإمكانك تعرف قديش راح تستغرق وقت لحتى توصل لمنطقة البطرة في حالي عرفت كم السرعة اللي بيمشي فيها عندك بتمشي فيها السيارة أو بيمشي فيها عندك الباص طيب لنفترض طبعا كيف بتعرف أنت السرعة من خلال العداد اللي موجود عندك في السيارة أو عندك في الباص فبتلاحظ وكم عطيك إياه بوحدة الكيلومتر لكل ساعة اللي هو عندك السرعة اللي بتمشي فيها طيب إذا عرفت أنه السرعة اللي بتمشي فيها فرضا السيارة عبارة عن 80 كيلومتر في الساعة طيب إذا أنت بتقدر أنك تطلع قديش راح تستغرق لحتى يعني قديش راح تستغرق وقت لحتى توصل للبترة لأن السرعة معروفة والمسافة صارت عندنا هون معروفة فبطبق عندي على المثلث بدي أعرف أنا هون الزمن فبلاحظ حط الدائرة على الزمن شو ضل عندي؟ ضل عندي المسافة والسرعة طبعا بنكتب من فوق لتحت العلاقة بيناتهم اللي هو العملية بيناتهم عملية قسمة فبحكي المسافة الزمن يساوي المسافة تقسيم عندنا السرعة فبنكتب القانون الزمن يساوي المسافة على السرعة كم المسافة ضايل عندي هون؟ ضايل 100 كيلو متر تمام لحتى أوصل للبترة طيب كم السرعة اللي بيمشي فيها؟ 80 كيلو متر في الساعة فبقسم 100 على 80 بيطلع عندي 1.25 ساعة يعني ساعة و25 دقيقة لحتى أوصل عندي مدينة البترة بيضل معاكم واجب يا خامس سؤال أتحقق صفحة 70 تسير سيارة بسرعة 12 متل لكل ثانية ما المسافة التي تقطعها السيارة بهذه السرعة؟ مدة 60 ثانية فبلاحظ أنه عندك السرعة معروفة والزمن معروف لكن مجهول عندنا المسافة السؤال الثاني أتحقق عندما أسافر بحافلة سرعتها 100 كيلو متر في الساعة وأكون على بعد 150 كيلو متر من مدينة العقبة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا فكم ستكون الساعة تقريبا حين أصل هذه المدينة؟ السؤال موجود عندنا بصفحة 71 سوداتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر